نظمت وزارة الصحة قافلة طبية مجانية بمركز شباب شعيب والتي تستهدف أهالي مركز ومدينة أبو الصوير بالإسماعيلية قامت القافلة الطبية بالكشف على 850 مواطنا في أول أيامها وذلك ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة تضمنت هذه القافلة أحد عشر تخصصا طبيا وصيدلية تضم 80 صنفا دوائيا بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا وأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل تبكر أن توقيت السيدة الرئيسة عفادة حسيزي تم عمل اليوم قافلة طبية في مركز أبو صوير تضم 11 تخصص وصيدلية طبية وزي ما أنت شايف أجبال كبير من الجماهير على القافلة وإن شاء الله مستمرين مع أهلنا والناسنا في أبو صوير الخطة تشمل أسبوعيا قافلة تحتوي على معظم التخصصات الطبية الأسنان البطنة الجراحة الأنف والأذن والجلدية عيادة بالرمض أخصائي أشعة وجود جهاز من الأشعة ومعمل دم ومعمل طفايليات وجود سيدلية تحتوي على 90 صنف بالعلاج بالمجان